نرحب بضيفنا من بيكين كبير الباحثين في مركز تايهي إنار تانجين سيد إنار أهلا بكم معنا في سكاينيوز عربية تابعنا طبعا هذه المقارنة واضح جدا تركيز الصين على قطاع أو على التفوق البحري هي منذ فترة تفوقت على نظيرتها الأمريكية من حيث القوة البحرية عدديا نتحدث طبعا هنا على ما يدل ذلك هل الصين فقط فعليا تركز على أمنها البحري أمن ملاحتها البحرية أم استعداد لمواجهة مرتقبة إن كان في بحر الصين الجنوبي أو تايوان تعوني أكون واضحا تملك الولايات المتحدة أكثر قاعدة أربعة قاعدات عسكرية من حول الصين بالإضافة إلى العديد من هذه القاعدات من حول العالم ولكن نحن نعرف أن الأرسين تملك الكثير من السفن لحماية سواحيلها فيما تملك الولايات المتحدة الكثير من نقلات الطائرات أو بالإضافة إلى الغوازات وغيرها كما تملك ميزات كثيرة فيما يتعلق بالتسلح النووي بالتالي هذه مشرد خطوة اتخذتها الولايات المتحدة ووزارة الدفاع علما أنها تحصل على أعلى ميزانيات في العالم وذلك للحصول على المزيد من الأموال أود أن أسألك اليوم عن تحذيرات فيما يتعلق بمحاولة مجارات الصين من حيث توفوقها العدد في مجال القوة البحرية الولايات المتحدة تعتمد سياسة الديريسكينغ أو تقليل المخاطر مع الصين ولكن في المقابل تعتمد على تقوية تحالفاتها إن كان مع اليابان مع كوريا الجنوبية من خلال أوكس وغيرها من التحالفات تحديدا العسكرية أتحدث هنا إلى أي مدى ذلك يستفز الصين على المستوى العسكري؟ نعرف أن هذه الخطوة مستفى جدا بالنسبة للصين فهناك مجموعة من الدول تبني تحالفة ضدار الصين ولن تنظر إليها بكين على أنها نوية حسنة من دول المشاورة الجماعة يتكلم عن أكثر من 800 مليار دولار التي تنفيقها الولايات المتحدة على الدفاع ولكن ذلك ليس إلا جزءا من القصة فنعرف أن وزارة الدفاع تحصل على 1.77 تريليون دولار هذا العام وذلك لتقسيمها على مختلف أقسامها والدوائر فيها منها الاستخبارات والتجسس إذن لا أعطيكم منظورا أفضل عن ذلك نعرف أن الهند تنفيق ما بين 82 و84 مليار دولار على جيشها فيما تنفيق الروسي 64 مليار دولار فحسب بالتالي ذلك يشير إلى كم هو الأنفاق العسكري مرتفع جدا في الولايات المتحدة وكما ذكرت أنفا ما يحصل الآن هو محاولة الحصول على أموالا إضافية إلى وزارة الدفاع من هذه التي تعرف أننا تعرف على الحصول على أموالا أكثر في حين أن الكثير من الأشخاص يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم اليومية ولكن إلى أي مدى يرفع ذلك من احتمالية حصول أي مواجهة عسكرية لأنه اليوم احتمالية أن يحدث احتكاك ما بين القوتين كبير جدا الولايات المتحدة تتحدث عن إمكانية إرسال أكثر من مئتي طائرة مسيرة لمتابعة نشاط البحرية العسكرية الصينية يعني إلى أي مدى ذلك يرفع من منصوب الخطورة؟ أعتقد أن ذلك مستوى أخر من التصعيد التي تدفع من أجله البلايات المتحدة يجب أن لا ننسى أنه في كان حان المرء خرج الولايات المتحدة فهو يفهم أنه منذ تأسيس هذه الدولة منذ ثلاثمائة وخمسة وخمسين عاما تمتعت بفقط سبعين عاما من السلام ولكن غير ذلك بدأت بحروب بدون أي سبب وبإمكاننا أن ننظر إلى ما حدث في العراق حيث كما أنها تعمل على تخلي عن الشعوب التي تعمل على احتلالهم كما حصل في أفغانستان وتخلوا بانتهاكاتها ولما لم تدعب الولايات المتحدة لكنا جميع دعاها بدول المرق بالتالي لا تريد الصين أو أي دولة أخرى أي نزاع واحتكاك مع الولايات المتحدة وكل مسألة أخرى كانت اقتصادية أو غيرها يمكن أن تحل ديبلوماسيا ولكن نحن نرفع أن الحروب لم تجعل من العالم أكثر أمانا وهذا وضح لنا جميعا وأن أكبر قوة في العالم هي التي ستجعل العالم مسلما أكثر هو ليس إلا هراء شكرا لضيفنا من بكين كبير الباحثين في مركز طيهي إنار تنغان شكرا لكم